فضالي يا مدام راشا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته تحت امريك يا مدام راشا الفضالي. الامر اللي واحده. حبيبتك انا عندي حمزة عنده سنة ونص. تمام. وكان كويس الحمد لله وما فوش حاجة لحد من من اربع خمس ديان في ده شفايف ولونها جمع ونشفع يعني الخطة اطع? بس يا مدام راشا. انا اللي اسميته من حضرك حمزة سنة ونص ربنا يخلى حمزة واسف حمزة. سنة ونص اللي فهمتوا او اللي اسمعتوا ان الشفايف ابتالت تبقى غمقه. مش كده هي قالت كده برضو ولا? ان الشفايف ابتالت تبقى غمقه. شفايف غمقه دي حاجة من حاجتي. يا ام العيل ده. طب فضالي يا مدام راشا. بس حضرتك اه. شفايف وغمقه يا مدام راشا? اه شفايف. يعني من هنا من جوه كده غمقه? اه. تمام. وايه تاني? سقط الانتصال. معانا يا مدام راشا? ايه? معانا? ايوة يا مدام راشا. معانا? ايوة يا مدام راشا. طب تكملي الشكوى بسرعة قبل ما الخط يقتع يا مدام راشا. ماشي هو شفايف من جوه بقولونه من جوه غامل. والدكتور قال ان هو نقص اكسجين بس ما قاليش السبب. وحولني على دكتور قلب وكده من غير ما يقول لي اي حاجة. طب اعملت موجات صوتية على القلب ولا حاجة? لا ما عملت هيش لسه. طب لسانه ازرق ولا شفايفه بس? لا هو بقه من جوه لكن لسانه لونه كويس. لونه كويس في لون لسانه كويس. نعم. لون لسانه كويس. اللون بتاع لسانه كويس? اه لا مش كويس برضو لونه ازرق. طيب بصي بصي يا مدام راشا. شكرا لانتصالك. عاي المزرق كده او اللون بتاعه متغير لازم ايه 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 يتعمل له حدث معها موجات صوتية على ايه على القلب. زي ما قالك الدكتور المحترم اللي انت شفتيه. لانه ممكن يبقى عنده عيب خلقي في القلب. عيب خلقي احنا ربنا خلق القلب ده جزئين يمين والشمال. ماشي واحد منهم محمل بالاكسجين وواحد تاني مش محمل بالاكسجين. ده محمر وده مزرق. لو فيه وصلة منهم اصقب او فيه او الشرايين بتاعت الطفل معكوسة. يعني الليمين طالع من الشمال والشمال طالع من الليمين. القلب يمكن يبقى فيه زرقان في الاطراف وفي اللسان وفي الشفايف وفي الملتحمة بتاعت العين. توسي تلاقي العين مزرق. او لونه او لونه غامئ كده هول. وما يبقاش عنده مشكلة ما عندهو صعوبة في التنفس ولا حاجة لانه دي تبقى حاجة خلقية هو مولود بيها. بس هو الغريب انه هو سنة ونص وانت ملاحظتيش ده لغاية سن سنة ونص. فاحنا نقطع الشك باليقين. Give the child the benefit of doubt. شكتي في حاجة استبعديها. عملي تروح الدكتور قلب اطفال يعمل له موجات صوتية على القلب عشان نستمع بعد الشر. ووجود حاجة اسمع ايه بخلقي في القلب. انه يكون في صقفة في القلب او ترانزي بوزيشن او الاوضاع بتاعت الشرايين اللي طالع من القلب ما تبقاش معكوس. اليمين يمين الشمال والشمال يمين. فهتعملي موجات صوتية على القلب وتقطع الشك باليقين. ساعات بنعمل ايه حاجة اسمها بت 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 سايت تيست ان هو ايه هالدكتور يبقى عنده حاجة اسمها بالس اوكزيمتر او انه يقيس نسبة تشبع الاكسوجين في الدم. ودي حاجة بسيطة جدا تست ما ياخدش خمه تلات دقايق. ان يكون عندك بالس اوكزيمتر في العيادة بتاعتك. وعشان كده لما تبقى عيادة الاطفال مجهزة صح. بايه بت بتحلي مشاكل سريعة. يعني عندك ايه جهاز تقيس الصفرة بتاعت العيز بايه 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 تقيس نسبة تشبع الاكسوجين في الدم في 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 تلاتين سانية. تعرف الدنيا فيها ايه. على اقل التطم للاهل جزئيا. بدل ما تسيبهم في قلق يوم واثنين وثلاثة. عندك بالس اوكزيمتر. بالس اوكزيمتر ما بقيتش حاجة غالية ب الف جنيه جيب بالس اوكزيمتر دلوقتي. كلام بسيط بس بيطم للاهل. فانت تقيسي نسبة التشبع. لو عايل عنده عيب خلق في القلب صعب جدا ان يبقى نسبة التشبع بتاعته اكتر من ستين في المية. صعب. نسبة تشبع الدم بالاكسوجين صعب تزيد عن ستين في المية. لو عنده عيب خلق في الايه في القلب. فانت ايه دلوقتي خلاص انت الدكتور ما عملكيش البالس اوكزيمتر ده او مقاسي نسبة التشبع. فانت روح اعملي بوجات صوتية عند اي دكتور قلبي اطفال حد يتصك فيه حد محترم. علشان نوصل ليه العيل ده لونه متغير. ليه شفيفه مغمئة. ليه الليسانه مغمئة عشان نستبعب بعد الشر ووجود عيب خلقي في القلب. يعمل الكلام ده وتمنيني الاسبوع اشتركوا في القلب.